اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين اتفاقات بمليارات دولارات رسخت شراكة اقتصادية مع ايران تتجاوز الاتفاق النووي وخطط واشنطن لإلغائه محافظة الحسكة السورية تنجح في مضاعفة انتاجها من الخضروات الصيفية لتلبية استهلاكها المحلي رئيس المفاوضة الاوروبية ينتقد بشدة العقوبات الامريكية على روسيا ويدعو إلى تعزيز العلاقة بين بريكسل وموسكو اهلا بكم عاد الحديث في واشنطن بقوة عن إلغاء الاتفاق النووي بين ايران والبلدان الخمسة زائدا واحدا بإصرار من دونالد ترامب بذريعة ان طهران اخلت ببنود الاتفاق وهو ما تنكره ايران وتضحضه الوكالة الدولية لطاقة نووية هذه الوجهة تثير خشية لدى اقتصادات عالمية بعد سلسلة اتفاقيات تجارية واستثمارية فاطمة روماني اهلا بكم يوم أعلن التوصل إلى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول الست تقاطرت وفود المستثمدين الدوليين إلى تهران بحثا عن فرص اقتصادية وبعد اكثر من عام ونصف عام باتت في جعبة تهران اتفاقيات بعشرات مليارات الدولارات ونعرض ابرزها نبدأ من مجال الطاقة حيث وقعت شركة توتال بالتعاون مع شركة صينية عقدا لمدة عشرين عاما بقيمة خمسة مليارات دولار شركة سكي انت سي الكورية الجنوبية وقعت تفاهما بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار مع شركة الوطنية الايرانية لانشاء محطة تكرير في تبريز شمال شرق ايران تركيا وقعت صفقة مع ايران بقيمة اربعة مليارات ومائتي مليون دولار لبناء سبع محطات للغاز الطبعي شركة سينو بيك الصينية وقعت اتفاقا بقيمة مليار ومائتي مليون دولار لتنفيذ المرحلة الاولى من مصفات عبدان الى مجال النقل حيث وقعت رونو الفرنسية عقدا مع ايران لانتاج 300 الف سيارة سنويا شركة فولسفاغن وقعت مع خضرو عقدا لبيع اثنين من نماذج سياراتها شركة بوينغ الامريكية وقعت عقضين مع ايران الاول بقيمة 16 مليار و600 مليون دولار لتزويدها بثمانين طائرة والثاني بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتزويدها بثلاثين طائرة مجموعة ايرباس اتفقت على توريد 100 طائرة بقيمة 19 مليار دولار في قطاع الصناعة وقع اتفاق بقيمة مليار دولار لبناء مصنع لانتاج الاليمينيوم بين ايران والسين الستوم الفرنسية اتفقت على انشاء مصنع لبناء مقطورات القطارات والمترو شركة ترانسماش هولدينغ الروسية وقعت اتفاقا مشابها بقيمة ثلاثة مليارات دولار اما سيمينس فقد جنت مليارا ونصف مليار دولار من تعاقد على تدريب موظفي سكك الحديد وتطوير مساراتها وفي قطاع الاتصالات اتفقت شركة امتئان على شراء 49% من شركة الانترنت الحكومية وتتطلع الى استثمار 750 مليون دولار في مشروع للالياف الضوئية امام هذا الواقع يبدو جليا ان حصة الامريكي من الاستثمارات مع ايران تكاد تكون معدومة اذا استثنين قطاع الطيران وهذا ما يضح الخلفية الاقتصادية لخطة ترامب وما يقابلها من رفض اوروبي واسيوي لالغاء الاتفاق النووي مع ايران اكد محافظ مصر في قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود الثاني ان البنوك القطرية قادرة على تحمل الضغط الناجم عن العقوبات العربية وان اختبارات الضغط الدورية تظهر تمتع القطاع المصرفي بالقوة والكفاءة قال المحافظ ان البنوك تتمتع بسيولة وربحية عاليتين وان بيانات المصرف المركزي تظهر توفر السيولة لدى هذه المصارف حيث اثبتت اختبارات الضغط التي يجريها المركزي بنحو دوري ان تأثر هذا القطاع باكثر الضوابط تشددا يكون محدودا ولا يمثل مخاطرة كبيرة على قدرته على الاستمرار مصر توسع انشطة التنقيب عن النفط والغاز فقد وقع وزير البترول طارق الملة ثلاثة فقيات لحفر ستة عشرة بئر جديدة في الصحراء الغربية باجمالي استثمارات تتجاوز ثمانين مليون دولار مع رويل دوتشيل وشركة ابيكس الامريكية وتسعى الحكومة الى جذب المستثمرين الاجانب من جديد الى قطاع طاقة بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة وفي نهاية العام الماضي قابلت مصر ستة عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تصل الى مئتي مليون دولار دعا البنك الدولي الى تحسين ادارة وتوزيع الموارد المائية النادرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ورأى ان هذا الامر يمثل تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي وفي احدث تقاريره قال البنك الدولي ان نقص الاندادات بالمياه وخدمة التنقية المتهالكة يؤدي الى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لافتان لان عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد النزاعات ارتفع انتاج الخضروات في محافظة الحسكة السورية بعد البدء بتنفيذ خطة زراعية لمضاعفة الانتاج بعدما تعذل نقل الكميات اللازمة من محافظات اخرى بسبب قطع بعض الطرقات او ارتفاع تكاليف النقل عبر الطرقات الاخرى تجربة المزارعين في الحسكة والتفافهم على الحصار الذي فرضه داعش يؤكدان ان المقاومة اشكالا كثيرة ولسيما في الاقتصاد اكثر من 800 كيلومتر تفصل محافظة الحسكة عن السوق الرئيسية لسوريا في مجال الخضروات والفاكهة الحصار الذي كان يفرضه داعش على المحافظة عزلها لفترة من الزمن عن هذا المصدر الحيوي مضطر المواطنين الى اتباع خطة مدروسة لزراعة الخضروات بكميات اكبر لتغطية حاجات السوق المحلية الظروف الامنية وعدم توفر الخضروات في السنوات الماضية يعني دفعت اخواننا الفلاحين انه يعتبدوا عن انفسهم توفر البذار والاسمدة الورقية اللي تحتاجها المحاصيل الخضار بالاضافة التعاون مع المنظمات الدولية كان له دور بانه تساهموا نوعا ما بزرع ثقافة وتأمين مستلزمات الخضار الصيفية هذا كان له كثير بالاضافة الاسباب اخرى يعني صار في واعي عند الفلاحين السبب الاساسي في هذا التحول نتيجة لزراعة هذه المحاصيل الخضروات هو تقطع الاوصال بين المحافظة الحسكة والمحافظات الخارجية في حين الكيلو الواحد كان يكلف على المواطن في محافظة الحسكة اضعاف ما كانت تنتج في باقي المحافظات في درعة وفي دمشق فالتجأ المنتج في محافظة الحسكة الى زراعة الخضار الصيفية الخضروات الصيفية تشمل الطماطم والخيار والخص والبامية وغيرها من المنتجات التي تحمل قيمة غذائية كبيرة وتعد اساسية على مائدة السوريين وقدر المسؤولون في مديرية زراعة الحسكة ان يصل اجمالي انتاج الخضروات والفاكهة الى سبعين الف طن النهاية الموسم الخطتنا لهذا الموسم الصيفي خضارة الصيفية 7215 اكتار المزروع 6200 اكتار نسبة تنفيذ فوق 90% طبعا اغلب المحاصيل الخضارة الصيفية التي تحتاجها المحافظة المزروعة والانتاجية الحمد لله تبشر بالخير انفتاح المزارعين في الحسكة على نظرائهم في شمال العراق ساعد على الحصول على الاسمدة والبدار والمحروقات ما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في مجال زراعة الخضروات الصيفية بعدما كانت الزراعات الابرز في الحسكة تقتصر على القطن والقمح رأى وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم اوريشكين ان العقوبات الامريكية الجديدة على بلاده تتيح فرصا جديدة امام الشركات الاوروبية للتعاون مع موسكو وقال اوريشكين عقب لقائه قطاع الاعمال الفرنسي ان العقوبات الجديدة تتيح للشركات الاوروبية ابرامة فقية ثنائية ويتيح ايضا فرصا جديدة للشركاء الاوروبيين واشار الى ان نمو الاقتصاد الروسي يتسارع من جديد عقبة بطوئه في تموز يوليو الماضي حيث بلغت نسبته واحدا ونصفا في المئة وجه رئيس المفاودي الاوروبية جون كلود يومكر انتقادات حادة للبلاد المتحدة لتوقيع الرئيس دونالد ترامب قانونا جديدا لفرض عقوبات على روسيا مشيرا الى الاثار السلبية التي يخلفها على مصالح الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة يونكر وفي خطاب موجه الى سفراء الاتحاد الاوروبي اكد انه ينبغي لبروكسيل التفكير على نحو معمق في تحسين علاقاتها مع موسكو مشيرا الى اهميتها الاستراتيجية في ضمان امن اوروبا في القرن المقبل يتعين على الاتحاد الاوروبي ان يجد خطابا اكثر ملاءمة في العلاقات مع روسيا ولكن من دون التخلي عن مبادئه اعتقد ان علينا ان نفكر على نحو متعمق في تحسين علاقاتنا مع روسيا هذا الامر يتوقف علينا وعليهم الا اننا لن نتمكن من بناء نظام الامن الاوروبي بدون روسيا من جهة اخرى اكد رئيس المفاوضة الاوروبية جونكلود يونكر ان على بريطانيا ان توافق اولا على شروط انفصالها عن الاتحاد الاوروبي قبل البدء باي محادثات بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد بريكسيت تعليقات يونكر تزامنت مع نعقاد الجولة الثالثة من محادثات بريكسيت في بريكسيل يجب ان يكون واضحا جدا اننا لن نبدأ اي مفاوضات حول العلاقة المستقبلية قبل الاتفاق على كل المسائل المتعلقة بالانفصال اي طلاق المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي قرأت بكل الانتباه الضروري جميع الاوراق التي قدمت حكومة المملكة المتحدة لكن ايا منها لم يشعرني بالرضا ولذا هناك كمية كبيرة من الاسئلة التي يتعين التوصل الى حل لها توقع الرئيس الامريكي دونيلد ترامب ان تكون اعادة اعمار تكساس طويلة وصعبة بسبب الاضرار التي سببها او سببتها العاصفة المدارية هارفي الرئيس الامريكي رحب بتنسيق عمليات الاغاثة بين السلطات الاتحادية والمحلية وكانت حال الطوارئ الفدرالية قد اعلنت في لويزيانا كما حصل في تكساس لتوفير مسلزمات الاغاثة والانقاذ توقع مصرف جاي بي مورغن ان يكون تأثير العاصفة هارفي متواضعا على مجمع النشاط الاقتصادي الامريكي في الربعين الثالث والرابع من السنة برغم كونها اعنف عاصفة تضرب تكساس في اكثر من خمسين عاما وبناء على ابحاث المصرف نفسه ودراسات خارجية تقدر تكليفة الاضرار المادية العاصفة بما بين 10 مليارات و20 مليار دولار اي ما يعادل واحدا في الالف من اجمالي ناتج المحلي للولايات المتحدة في المانيا بلغت نسبة المهددين بالفقر ممن هم دون سن الثامنة عشرة العشرين في المائة فاصل اثنين في العام الماضي وهي نسبة غير مسبوقة منذ عام 2005 وذلك بالرغم من الانتعاش الاقتصادي المتواصل بحسب ما اعلن مكتب الاحصاء الاتحادي وبحسب البيانات فان الاسر المهددة بالفقر في المانيا هي من يقل دخلها عن 60% من متواصل الدخل فيما مثلت نسبة المعرضين للفقر بين العاطلين من العمل العام الماضي 57% بتراجع قدره 2.1% في العام ما قبل الماضي بهذا الخبر نختم النشرة للمزيد زروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى